اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر ساعات لما بنطلب من المريض تحليل براز بيجيب لنا النتيجة بنلاقي فيها انتميبة هستولوتيكا فبنكون عايزين نعرف ازاي نعالج الانتميبة دي وكمان لو المريض ما معوش اي اعراض اصلا نتعامل معه ازاي فحلقتنا النهاردة عن انتميبة هستولوتيكا او أمبييزيز تاني اكتر نوع من البرازيز بيعمل وفيات بعد الملاريا وإحنا كنا عملنا حلقة عن الملاريا تقدر تشوفها فالنهاردة هنتكلم عن الامبييزيز او انتميبة هستولوتيكا وحلقتنا النهاردة مخصصة للاطباء والطاقم الطبي وما تنساش في البداية اعمل اللي لايك للفيديو في البداية في معلومة مهمة لازم تعرفها وهي ان الانتميبة عموما في منها انواع كتير انتميبة هستولوتيكا ديسبر مشكوفيسكي وغيرها وغيرها والحقيقة ان انتميبة هستولوتيكا تعتبر هي دي النوع الباثوجينيك اللي ممكن يعمل مشاكل مع المريض اما باقي الانواع غالبا ننباثوجينيك غالبا مش بيعملوا اي مشاكل تقول لي طب ليه بتقول المعلومة دي اقولك عشان لما بنحلل البراز بتاع المريض ونلاقي انتميبة فغالبا مش بنقدر نفرق هي دي انتميبة هستولوتيكا ولا ديسبر ولا غيرها وغيرها ومعنى كده ان مش اي واحد جايب نتيجة تحليل براز وطالع فيها انتميبة هستولوتيكا بالميكروسكوب تبقى انتميبة هستولوتيكا ممكن تكون ديسبر او اي نوع ننباثوجينيك من الاساس وهنعرف الكلام ده بتفاصيل اكتر في الفحوصات لكن دلوقتي خلينا نتكلم عن موضوعنا النهاردة اللي هو انتميبة هستولوتيكا بالفعل ودي نوع من البرازايتس او الطفايليات بتنتقل عن طريق فيكالورالروت يعني من البراز الى الفم وده بيكون عن طريق اما المياه الملوسة زي مثلا مياه الشرب اختلطت بمياه الصرف الصحي او طعام ملوس او قلة النظافة عادات سيئة حاجات كتير زي كده وعشان كده الانتميبة هستولوتيكا بتنتشر اكتر في الدول النامية والفقيرة واللي فيها حروب واللي فيها مجاعات واللي فيها قلة نظافة والمية فيها مش نظيفة والطعام فيها مش نظيف والحاجات دي الشخص لو تصاب بالانتميبة هستوليتيكا بتظهر عنده الاعراض بعد اسبوعين الى اربع اسابيع ومش كل واحد تصاب بالانتميبة هستوليتيكا بيحصل عنده مشاكل لا خالص ده 90% من الناس اللي تصابوا بيها بيكونوا بدون اي اعراض وبدون اي مشاكل خالص وممكن يخفوا لوحدهم كمان لكن نسبة بسيطة ل10% هي دي اللي ممكن تظهر معهم بعض المشاكل زي مثلا ان النسبة منهم ممكن يحصل معهم ميلد ديرية اسهال بسيط وخلاص شوية اسهال وقلم في البطن ومغس وحاجات زي كده وبيخفوا بسرعة وعلاجه كويس نسبة اخرى ممكن يحصل معهم اميبيك ديزنتري نقدر نقول صورة اشد شوية او اعنف شوية بنقول عليها ديزنتاريا المريض بيبقى معاه اسهال وممكن يبقى معاه دم او مخاط شوية ارتفاع في درجة الحرارة شوية اعياء لكن برضو في اغلب الاحوال المريض بياخد علاجه وبيخفه ويبقى كويس جدا نسبة قليلة جدا جدا من المرضى ممكن يحصل معهم مضاعفات زي فولمنانت نيكروتيزين كولايتس يعني التهابات شديدة جدا في القولون وفي الامعاء ويحصل موت في اجزاء من هذه الامعاء ودي طبعا حالة خطر جدا ومهددة للحياة والمريض ده طبعا بيحتاج جراحة ومحاليل وردية وحاجزة في المستشفى والعناية المركزة وحاجات زي كده كمان من المضاعفات اللي ممكن تحصل بس زي ما بيقول نادر جدا هي توكسيك ميجا كولوم اما الصورة الثالثة بقى ان ممكن المريض يجي بكورونيكولايتس ومن اسمها يعني التهابات مزمنة في القولون وساعتها ممكن نتلقبط بينها وبين الـ IBD inflammatory bowel disease اللي هو ulcerative colitis والكورون يعني لان المريض بيبقى معاه intermittent diarirية اسهال متقطع ايلم في البطن ساعة يبقى معاه نقص في الوزن ساعة يبقى معاه abdominal tenderness يعني لما تضغط على بطن وتوجعه فنقدر نقول ان التلات صور دول هما دول الـ entestinal manifestations بتاع انتميبة histolytica لكن فيه كمان حاجات extra entestinal يعني الانتميبة histolytica ممكن تصيب اجزاء تانية غير الامعاء ولو ان دي حاجة نادرة لكن اشهر حاجة خارج الامعاء بتحصل هي amoebic liver abscess ان يحصل خراج في الكابت بسبب الاميبا دي فالمريض طبعا ممكن يشعر بقلم في right upper quadrant area منطقة الكابت يعني توجعه بعد المرضى يبقى معاه مرتفع في درجة الحرارة طيق غسيان حالة اعياء وحاجات زي كده وفي اغلب الاحوال الخراج ده لما يكون صغير بيخف بالعلاج وما بيحتاجش اي حاجة تانية ويبقى كويس لكن برضو ممكن الخراج ده يعمل مشاكل فيه نسبة نادرة جدا من المرضى زي انه يحصل فيه rapture او بنقول عليه انفجار او سجب يعني فممكن يحصل rapture للبروتينيام ويحصل بريتونايتس ودي برضو تبقى حالة خطيرة ومهددة للحياة المريض يبقى معاه severe abdominal pain tenderness وrigidity بطنه ناشفة ودستنشن وطبعا دي حالة جراحية وبرضو حالة صعبة شوية كمان خراج الكابت ده ممكن يحصل له rapture للبروتينيام الغشاء المغلف للقلب ويحصل بريتونايتس وبتبقى حالات خطر برضو او حتى ممكن يحصل rapture للبلورا الغشاء المغلف للرقة ويحصل برضو بلورا وحاجات زي كده كمان من المضاعفات اللي ممكن تحصل لهذا الخراج انه يحصل عليه secondary bacterial infection يحصل فيه عدوة بكتيرية والموضوع يتفاقب اكتر فيبقى اشهر extra intestinal manifestation للاميبة هي amoebic liver abscess لكن ممكن يحصل cerebral amoebiasis في المخ وطبعا دي حالات خطيرة جدا لكنها نادرة كمان ممكن يحصل genitourinary amoebiasis وغيرها يبقى الحد دلوقتي انا عايزك تعرف ان مش كل واحد مع تحليل براز وجاي فيه انتبيبة histolytica فهي بالفعل انتبيبة histolytica زي ما قلنا ممكن يكون اي نوع اخر ننبط وجينك زي انتبيبة ديزبر مثلا ولو فرضنا ان مجموعة من الناس تصابوا فعلا بالانتبيبة histolytica فتسعين في المية منهم هيكونوا بدون اعراض وبدون اي مشاكل عشرة في المية منهم هو اللي ممكن يحصل معاهم بعض المشاكل نسبة منهم هيجي لهم اسهال بس نسبة منهم هيجي لهم ديزنتاريا أو ديزنتري نسبة منهم ممكن يحصل معاهم ونسبة بسيطة ممكن يحصل معاهم extra intestinal manifestation زي ما قلنا اشهر حاجة هي اميبك ليفر ابسس او خراج الكبت ودلوقتي تعال مع بعض نتكلم على الفحوصات بالنسبة للفحوصات فعايز اقولك ان تشغيص الاميبة صعب شوية وهنعرف مع بعض ديلي دلوقتي فلو انت جالك مريضه مع اسهال أو ديزنتريا أو كرونيكولايتس وعايز تعرف عنده اميبة ولا لا فاول حاجة بنعملها هي stool analysis تحليل براز فتحت الميكروسكوب بتظهر الانتبيبة دي trophozytes أو cysts لكن فيه هنا بعض المشاكل اول حاجة ان مش لازم في كل مرة المريض يعمل حمام براز يكون فيه انتبيبة فعشان كده لازم نعيد تحليل البراز اكتر من مرة احيانا من 3 ل 6 مرات يعني ممكن يطلع سلبي والمريض عنده انتبيبة ثانيا زي ما قلنا تحليل البراز مش بيفرق بين انتبيبة هستولوتيكا وبين غيرها من الانواع الغير مؤزية زي تزبر فبرده دي مشكلة وعشان كده الاعتماد على تحليل البراز قل كتير بسبب المشكلتين دول لكن نظره لانه ممكن يكون هو ده المتاح في الدول الفقيرة زي ما قلنا فابل نضطر نشتغل معي التحليل التاني اللي ممكن نعمله هو أجسام مضادة ودي بتكون ضد انتبيبة هستولوتيكا فقط يعني الانتبيبة تزبر دي مش بتعمل أجسام مضادة فاحنا ممكن نسحب أجسام مضادة من الدم لكن عيب التحليل ده انه مش بيفرق هل دي عدوة حالية ولا عدوة سابقة يعني ممكن المريض يكون كان عنده الانتبيبة دي من فترة وخفه وخلاص لكن لسه الأجسام المضادة دي موجودة في جسمه كمان فيه تحليل في البراز اللي هو انتبيبة هستولوتيكا انتجين انستول بندور على الانتجين في البراز بس برضو أحيانا يطلع سلبي كمان ممكن نعمل مزرعة للبراز ونفس الفكرة ممكن تطلع سلبي كمان ممكن نعمل بي سي آر والبي سي آر أقوى وأحسن شوية من المزرعة ودلوقتي فيه تكنيك جديد أوتيست جديد اسمه لامب بيستخدمه برضو أحيانا أحسن شوية كمان من البي سي آر لكن لو لاحظت معي تلاقي برضو ان التحاليل صعبة شوية والتشخيص صعب شوية لدرجة ان فيه بعض الأحيان ممكن نحتاج نعمل كولونسكوبي وبيوبسي نعمل منزار قولوني لهذا المريض وناخد عينة عشان العينة دي نحطها تحت الميكروسكوب ونفحصها وندور برضو على الانتبيبة ونعمل لها برضو كالشر وبي سي آر لكن هنا فيه ملاحظة صغيرة المريض لو معاه أعراض شديدة جدا وإحنا خايفين من فالمنان نيكروديزين كورايتس أو توكسيك ميجا كولون بنخاف شوية من كولونسكوبي عشان ما يعملش برفريشن ففي الحالة دي بيكون صعب شوية ان احنا نعمل كولونسكوبي الجزء التاني من الفحوصات اللي بنعملها هي الامدجينج أو التصوير ودي بنحتاجها أكتر أكتر لو احنا شكين فيه مثلا أميب كليفر أبسيس اكسترا انتستاينل يعني منفستيشن أو مثلا مضاعفات زي توكسيك ميجا كولون وفالمنانت نيكروديزين كورايتس فممكن نعمل للمريض بتاعنا سونار أشعة تلفزيونية على البطن والحوض نشوف الكبد ونشوف هل فيه أبسيس موجودة ولا لا كمان ممكن نحتاج نعمل للمريض بتاعنا سيتي أشعة مقطعية أو MRI رانين مغناطيسي كمان شست إكس ري أو أشعة عادية على الصدر عشان لو فيه بلورال إفيوجن أو لو فيه أميب كليفر أبسيس خرج في الكبد ساعات بنلاقي النص اليمين من الدياخرام مرفوع لفوق ولو شاكك في حاجة في المخ فأنت هتعمله سيتي برين أو أشعة مقطعية على المخ بالنسبة لحالات الأميب كليفر أبسيس في بعض الحالات ممكن نحتاج ناخد أصبيريشن ناخد عينة عشان نحللها ودي بنحتاجها لو انت شاكك أصلا أن دي بايوجينيك أبسيس يعني أن بكتيريا هي السبب أو فانجل أبسيس أن تكون فطريات هي السبب أو لو الأبسيس دي مش رادية بتستجيب على العلاج لمدة 72 ساعة مثلا لما بنعمل أصبيريشن وناخد العينة دي بنحللها فبنلاقي كرات الدم البيضة فيها قليلة حالات الأميبييزز بيبقى كرات الدم البيضة فيها قليلة كمان بنفحصها تحت الماكروسكوب ممكن نلاقي الانتاميبة هستوريتيكا دي موجودة وأحيانا كتير ما بنلاقيهاش موجودة كمان ممكن نعمل لها الأنتجين تيست اللي هو انتاميبة هستوريتيكا أنتجين تيست في هذه العينة كمان ممكن نعمل لها بي سي آر وكمان طبعا بنعمل لها جرام ستينينج لو احنا شكين ان هي بايوجينيك انفكشن او عدوى بكتيرية يبقى كده لو مريض جاي لك بليفر أبسيز وانت شاكك ان هي اميبك ليفر أبسيز فالاول بتعمله الفحوصات العادية اللي تكلمنا عنها في البداية اللي هو ستول أناليسيز وسيروم أنتيبودز وانت ميبه لستوريتك أنتجين انستول ممكن الكالشر وممكن البي سي آر لكن المشكلة إن الحاجات دي لو طلعت إيجابية فهتقولك على التشخيص لكن أحيانا تطلع سلبية وإحنا لسه خايفين من البيوجينيك أبسيز فبنعمل أسبيريشن وزي ما قلنا العينة اللي خدناها من الأسبيريشن دي تحللها عشان نستبعد البكتيريا الانفكشن من ناحية وعشان نحاول نوصل للتشخيص للأميبة من ناحية تانية فالتشخيص إلى حد ما صعب لدرجة كمان إنه في بعض الأحيان ممكن يعملو يعني إن هما يدوا علاج الانتاميبة ولو المريض تحسن تبقى خباص هي دي انتاميبة هستولوتيكا دلوقتي تعالى نتكلم على علاج انتاميبة هستولوتيكا فلو مريض جالك وعنده انتاميبة هستولوتيكا فبنشوف المريض بتاعنا لو كان أسيمتماتيك يعني بدون أي أعراض تماما فممكن منع الجهوش لإن زي ما قلنا هو غالبا بيخف الوحده ومفيش مشكلة بتحصل مع هذا المريض لكن في بعض الأراء بتقول نعالج هذا المريض عشان ما يعملش انتشار للعدوى لو إحنا مش عارفين نتحكم في المية والأكل والشرب والنظافة وبتاع يبقى نعالج هؤلاء المرضى اللي هما معندهمش أعراض لكنهم ينقلوا العدوى طب الناس دول هنعالجهم إزاي اللي هما أسيمتماتيك دول بنعالجهم بحاجة اسمها اليومينال ايجنت يعني دوى بيشتغل داخل الأماء فقط وما بيمتصش كتير للدم زي يمين حاجة اسمها دولوكسنايد فيوري قرص ثلاث مرات في اليوم بعد الأكل لمدة 10 تيام أو باروموميسن 10 ميلي جرام لكل كيلو كل 8 ساعات مع الوجبات لمدة 7 تيام مثلا طيب نفرض ان في مريض عنده أعراض يعني جاي بإسهال أو جاي بدوزنترية أو جاي بكرونيكولايتس أو جاي حتى بأميبكليفر أبسيس لكن حجمها صغيرة ومش عامل مشاكل الناس دي بنعالجها دوائيا بنديها نوعي من الأدوية أول نوع يا إما متروندازول يا إما تيندازول يعني واحد من الاتنين دول مثلا ممكن نديله متروندازول وقرص ثلاث مرات في اليوم لمدة من 17 تيام يا إما نديله تيندازول 2 جرام في اليوم لمدة من 3 إلى 5 تيام وبعد ما يخلصهم نكمل باليوم من الإيجلت اللي تكلمنا عنه يا إما دلوكسانايت فوريت يا إما باروموميس وعايز أقولك إن الحالات لو كانت بسيطة يعني شوية إسهال شوية دوزنترية بسيطة الكولايتس مش عاملة مشكلة كبيرة مع المريض أمن بكليفر أبسس بس مش عاملة أي مشاكل وحجمها صغير زي ما نعرف فكل ده ممكن يتعالج في البيت عادي خالص لكن في بعض المرضى لازم يتحكزه في المستشفى عشان بياخده محالي الوريدية وممكن يحتاجه جراحة وممكن يحتاجه مضادات حيوية وحاجات زي كده زي مثلا المريض لو معاه سيفير كولايتس عنده التهابات في القولون لكن شديدة ودخل فيه دهيدريشن وجفافة بيحتاج محالي الوريدية مع العلاج وممكن يحتاج مضادات حيوية لو شكين في ساكندري باكتيريا الانفكشن بعض المرضى التانيين زي ما قلنا توكسيج ميجا كولون أو فالمنانت نيكروتيزين كولايتس لأ دي حالات خطر جدا وبتحتاج تدخل جراحي وعناية مركزة ومحاليل وحاجات كتير زي كده فالمرضى اللي زي دول طبعا لازم يتحكزه مستشفى كمان بعض المرضى اللي معهم أميب كليفر أتسيز اللي هو خراج الكابت الناتج من الأميبة ففي بعض الحالات ممكن يحتاجوا حاجزة في المستشفى ونعمل لهم درينج كمان يعني نعمل إفراغ محتويات هذا الخراج لكن مش كل الحالات حالات معينة بس زي مثلا لو كانت الخراج ده أكتر من 10 سنتي أو كان جاي في الفص الشمال من الكبد ودي نسبة 30% بس من الحالات معظم الحالات بتيجي في الفص الإيمين فلو جاي في الفص الشمال لا يتحكز ونعمل له درينج لأنه بنخاف من الربشر بتاعه أكتر أو لو واحد تاني خد العلاج ولم يستجيب لمدة 3 ايام أو 4 ايام خد العلاج الدوائي ولم يستجيب أو لو إحنا شكين إن هي بايوجينيك أبسز من الأساس خراج نتيجة عدوة بكتيرية فكل الحالات دي بتتحجز في المستشفى وبيتعمل لها درينج كمان برضو أي مريض كان عنده أميب كليفر أبسز وحصل لها ربشر فدي حالات زي ما قلنا خطر جدا سواء بريتونايتس بريكارديتس بلورو إفيوجين أي حجم للحاجات دي فلازم يتحجز في المستشفى وحالات بتبقى المرتلت فتاعتها عالية شوية فده لازم عناية مركزة وتدخل جراحي وحاجات زي كده لكن معظم الليفر أبسز العادية التانية الصغيرة واللي في الناحية اليمين زي ما قلنا والكلام ده بتتعالج جويس جدا بالمتريندازول أو التيندازول ونكمل زي ما قلنا بعد كده باليومنال إيجنت زي دي لوكزينايت فيوريت أو بروموميس وكده يعتبر خلصنا حلقتنا النهاردة لكن فيه نقط هامة وسريعة رقم واحد إن العدوى مش بتدي مناعة للمريض لو واحد جاله إنتميبة هستوليتيكا ويتعالج منها أو خفل وحده ممكن في المستقبل يجيله عادي مرة تانية مفيش لقاح متاح حاليا ضد الإنتميبة هستوليتيكا لكنه تحت الدراسة لو أنت مسافر منطقة فقيرة أو منتشر فيها الإنتميبة هستوليتيكا وعايز تحمي نفسك إزاي فبالنسبة للمية تشرب مية معلبة مقفولة لو مفيش مية معلبة يبقى تغلي المية لمدة دقيقة كمان ما ناكلش طعام من الشارع وأي فاكهة إحنا اللي نقشرها بنفسنا طبعا بعد ما نكون غسلناها كويس كمان نغسل إيدينا بالمية والصابون كويس جدا بعد الحمام وقبل ما نعمل الأكل وقبل ما ناكل وطبعا النضافة العامة ككل لإن زي ما قلنا انتقالها الأساسي هو فيك الأورى الروت أو من البراز إلى الفم في نقطة كمان مهمة جدا هو إن لو في مريض جالك وإنت مش عارف هو عنده انفلماتوري باول ديزيز ولا كرونيك كولايتس إن تشاكك فما تبدأش مع هذا المريض كورتيزون غير بعد ما نعمل منزار وناخد عينة عشان نستبعد الأميب الكولايتس لإن لو إدينا كورتيزون ممكن يعمل فلير ويعمل نيكروتيزين كولايتس كمان من الأدوية اللي إحنا يفضل إن إحنا نتجنبها في الأميب الكولايتس هو لبروميت وكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة هسيب لك بعض المصادر في الوصفة أسفل الفيديو وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم